السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم يا إيس بي تي بي شانيل إن شاء الله اليوم نحاولو نتكلمو على لازيطاب أسويفر فور سيزي واحد شما بواحد طريقة سهلة وشما انوفلر بلتو ديال واحد الويلة متعران ولا واحد لوجمان دفونكشن يعني الطريقة اللي غادي نتبعو فور سيزي اذك شما انوفلر بالدمانسيون من ديال ديال السيركويت أو ديال ديالة ديالة الدكاً ش Linda الدكاً شامل ديالة الدكاً شخط الدكاً ش опыт ديالة الدكاً شقة الدكاً شاء الله agers كتبله الله المتطأ ديالة الدكاً المضيح الانجهائي هذا هو الهدف من هذا التانية ان شاء الله اول شيء خاصنا نعرفها هو ذلك الليلة بالطناع حيث دابري تحتاج إلى منه سنساعد منه ودابري ان ندخل هذا مرء بالطنيا في عدد اثنان نستطيع اول شيء يجب أن نعرف الليلة بالطناع اول شيء نقرأنا في التوتوريال القديم اللي تيهم الفيديو اللي داز ديالي كتاستدو باتيامو إشيما دي سيركوي كنا تكلمنا على كمو ديسيني هاد البلون هادا كيفاش غاد نصيبو هاد البلون دياجة هنظرنا على هاد النقطة هادي يعني تسبق لنا غير قراء يعني كيف متلا نشتو في هاد البلون مثلا هنايا كيف قلنا متلا هادي لوجموت فونكشيون سوفرون بها ديال واحد الفيلا فيها دو شمب فيها صلون فيها كوزينا فيها گاراج وفيها دو سال دبع متلا وفها وحد الهول هاد يلي كين في هاد البلون يعني بدنسبال لها دي دو شمب في هم دي points المنوو متلا هما دوظيق المنوو كين دوزيق ميرال يعني احنا بدنسبال الكويل لوون اللي تتجوفو هنا متلا أول فرغ لطابلو إلكترق لوأل يعني اللوجمو ديزين في 3x1,5 تلا تتليفيل ديال 1,5 ديمتر 13 هذا الطابلو هذا. يعني إحنا الإسانسية لدينا هو أن نعرف أن في هذا السيركوين الأول فيه أربعات البواني منه ديال 100 وات. يعني 4 x 100 أعطينا 1 400 وات. 0.4 كيلو وات. هذا في السيركوين الأول. أول شيء نبينه نكتبو أن ندير واحد البوض بابي مثلا ولا في واحد ورقة A4 مثلا. نكتبو فيها مثلا المترجم فيه أوليين نكتبو مثلا شمبر 1 et شمبر 2 يعني من ديز سيركوين وات تنين له ماتل وما نديرو ماتلين حيث يكون هناك وجود 2 points ماتلين 2 ماتلين 2 ماتلين ماتلين. يعني وانس يديرو مثلا مثلا الضثار السيركوين التآني وعلى أوليين بالساليين ماتل بشكوين الأوليين يكون هناك ماتل ويستثبو مثلا دو پوة مثلا ديال السالون ديال السالون مثلا وناديت غير في السالون وشفي مثلا في واحد بلافونية وحدة وفي ربعات الليزابليك مغاد ديال 100 وات يعني وبالتالي غادي نحطو البویسانس اللي بجنبا مثلا غانديرو هاد الابليك في ها 100 وات واحدة فا 100 وات و هاد الربعة نحطو 4 فا 100 وات باش نعرفو اتلقاوه 500 وات ستادغ 0.5 5 كيلوات هادش اللي غادي نكسبو احنا ها استا تنكملو لسركوين اللي عادنا دياليك العراج وندوزو لسركوين اللي عادنا في البرز متعنا البرزات اللوول اول سركوين دياليبريز هو هاد الديز شامبر 2 متعنا هاد الديز شامبر 2 هوا اسميتو با هاد با هو للسركوين اللوول الاجين نحسبوش حمل بريز كانت لازات البرزات يعني طروع بريز دو كوران ديال 6 امپير هندربو طروع فو دوسسان سيكنتو وات يعني كل بريز دو كوران ديال 6 امپير في تي يأكل لنا واحد دوسسان سيكنتو وات و بريز فورس يأكل لنا الف وات و بتالي لك ان عادنا متعنا هش غادي نديرو حاو تاني بلي سركوين دياليبريز هنديرو با متعنا ديز كين عادنا في شامبر 2 و غادي نكتبو حدا هات لاتات ديبريز ديال التروع بريز ديال دوسسان دوسسان سيكن فو دوسسان سيكنتو وات و غادي ننعرفو البوزسان سيكنتو ثلاثة فو دوسسان سيكنتو غاو واحد لابوسانس غادي نكتبوها متعنا بالكيلو وات يعني نسي دوسويت يعني و غادي نبدون ها دوسسان سيكنتو طالما تديرو تديرو جد بها شامبر اوligtبو متعنا انديرو دو فا هاد لإبريز دوسسان سيكنتو وهذا الشيء سوف يخرجني مثلا 500 و ندير 500 واط إقال 0.5 كيلو واط سوف ندوز السيركوية للبريز كاملين يعني هذه هي الليكتور التي سوف نديرو هذا هو الغرض من الليكتور التي لدينا سوف ندوز لبريز فرصة أو ما بدو من المفاصل مثلا من الوقت الذي سوف نصل للكوزين سوف نكتب مثلا PFA بين قوسين نكتب كوزين مثلا نديرو ميل واط ولا 1 كيلو واط يعني سوف نعرفو أنه بريز فرصة أو ما بدوز السيركوية PFA 2 سوف نديرو الفرصة النقطة الموالية اللي غادي نطرقو لها و خسنا نتريباري وهذا اللي دوني دي سيركوية اللي كلي راجل اللي جمعنا مثلا أنسيغيه سور الشيما أني يفلر يعني طرقة كيفاش كيف قلنا سريفا يعني في السيركوية الليول نكتبو مثلا شامبر 1 شامبر 2 2 أبليك ميغال plus 2 أبليك ميغال ثم نكتبو مثلا 2 حتى عندنا لذي أبليك ميغال فيهم 100 واط دابري لا لجنب و 2 أبليك ميغال مثلا كل أبليك ميغال يكون عندنا 100 واط يعني في التالي سوف نديرو 2x100 plus 2x100 سوف نديرو 1 400 واط ستا ديرو 0.4 كيلواط لذي أبليك ميغال لذي أبليك ميغال لذي أبليك ميغال ثم نديرو 2.5 كيلواط الشرك من خلال طريقة لديه في الناس الهولي 0,3 KW وليه في الناس الكلد لديه في السابة الهولة توجد هم يلبيه بلو إطانش ويجب أن يحوér شكرا وللبيه يحوى بما يبحث حيث في أجين من 10W يجب أن يحوى يحوى we have 3 x 100 plus 2 x 18 so that we have 0,3 kW the fifth circuit is 0,5 kW the same way the sixth circuit is 0,1 ومن بعد سترون الكلمات التي تحقلت المسارات على الرجل ومن ثم نترون الكلمات التي تحقلت المسارات على الرجل الى الرجل التي تحقلت المسارات على الرجل ومن بعد الآن في المسارات على الرجل هاد 2.136 شنائية هي الاسمتصة نومنال طوطال دي سيركويت ديكلاراج من بعد غنشدو هاد 2.136 غنضربوها في واحد كويفيسيون هالكويفيسيون هنحاولو نتكلمو عليهم إن شاء الله في التيتوريال الجايين اللي غايجين من بعد غنضربو هاد الكويفيسيون كيفاش تحصلنا عليه تلقائيا دي سيركويت ديكلاراج ولكن قصنا نعرفو مين جاونا هاد الكويفيسيون تنشدو حنا كما قلنا هاد الاسم اللي لقينا ديال 2.136 كيلووات نضربوها في واحد كويفيسيون ديال 1.540 بيت علاش باش نحصلو على واحد الاسم بالكاوية واحد الاسم بالكاوية سيهو هاد الاوثان هيلى اللقائنا هيى 3.30 كاوية ستا ديال هاد 3.30 كاوية هيى هاد الاوثان فوازوني توتال دي سيركويت ديكلاراج يعني لابسان فوازوني 1 كاوية يعني اذا كشيريس حنا خصادسكون ديكويفيسيون ديكويفيسيون فوازوني يعني هاد ال 1.548 إنه يوجد أيضاً قوي في الجفزين و مع بعضنا قوات التعليقات و مع بعضنا قوات التعليقات أيضية على الإعادة ستحق لنا نفك والإعادة في العديد في ما ترونيه الحمدة start سألن نميزيزيزيز في الجهرية وي جعلن نزوليزيزيز على الإعادة 0. اول عليك قدرون technological واعقنا في Late missing شانبز في بiónك بالنسبة السابق ز sympathetic مع المتط lifespan علينا الرجل الإعلان في الويض إستجاعتنا به وهكذا الص mulعب كل المعبستات من البيض 3x250 لما يدفع كل المعبست looking at 250 eksp يعني قليل ازار فى 250 watts أتعطينا واحد 700 750 watts c'est-à-dire 0,75 kW le deuxième circuit P2 ديزينا من لشامرة 2 في ديزينا من لشامرة 2 في ديزينا من لشامرة 2 ديزينا من لشامرة 2 c'est-à-dire 2 x 250 watts إجال 500 watts c'est-à-dire 0,5 kW troisième circuit القينافي 0,75 kW quatrième circuit القينافي 1 kW le cinquième circuit القينافي 0,75 kW ou le sixième circuit 0,5 kW le septième circuit c'est un circuit pour le prise force ديزينا من لكيزينا وحدة prise force ديزينا 20 ampères تي خاص تي أليمترين لشوفو إلكتريك يعني ستا دير عدنا 1000 watts ستا ديري 1 kW le sept l'huitième circuit ديزينا من لشامرة 2 تاوة ستا ديزينا 20 ampères pour le four إلكتريك تاوة 1 kW من بعد تنجمعو هادلی puissance القينافي en rouge ديزينا 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 تلقاو هادل سوم هادلی انبله يزي 6,25 kW هاد 6,25 kW سي قوات هي يزينا la puissance nominal total ديزينا ديزينا يزينا PTP كيلوات بالكيلوات من بعد هاد la puissance للقينا غد دربوها فو هادل كويفيشيون هادل كويفيشيون 0,2322 هاد باشن حسلو على واحد متانا باشن القاو مثلا لقينا واحد 1,45 kW هاد 1,45 kW هي puissance فوزن total ديزينا وكيف سباق لي نهضرنا على الكويفيشيون الأول تهد كويفيشيون ديزي هادا راه فيها كويفيشيون راندمون فيه كويفيشيون كونفرساسيون من الكيلوات الكافية حيث الكويفيشيون اللي اللي اللقين هنا بالكافية اللي ان بلو هنا تحتاري الاخرى دير 1,45 في بلوزيور كويفيشيون وبالتالي هاد شي ديزي الكويفيشيون هنشوف من شاء الله في التطوريال المجيد دابس هلين مع اللي سيركوي اللي عدنا اللي غاد ندخل في الشمائن في الآن بقال لنا غاد نشوف أبريتو دابا من اللي لقينا هاد البيصانس هش غندرو غندرو لسوم ديال البيصانس اللي لقينا فوزني توتال ديال البيصانس مع البيصانس توتال فوزني ديال البيصانس ديال الیکليراج هذك شي اللي لقينا في اللول نجمعوهم بجوج والقاو لبويصانس فوزني توتال بي لسركو ديال ديال البيصانس لسركو ديال الیکليراج هي بي ج يعني total general فوزني en caviar و PTEF ديال الیکليراج فوزني en caviar و بويصانس توتال دي بريص دي 1.45% لقناها حالياً. في التوتال القوية 4.75% كافية. هادي اللي دوني هم اللي غادي ندخلون شع الله في الشيما غادي نقوم بحل اللي سهلنا علينا الخدمة. باش ما مبقوش نقلبون خدمة. المهم النقطة الموالية اللي غادي نشوفو هو غادي نحاولون ديروا للاساكسيان ديال كل دوني جمعناه في هاد الشيما اني يفهل لردوباز. ستكون عدنا وحد الشيما اني يفهل لردوباز بحل شي رابطر لردوباز و تبدو الموضيف فيه. يعني ستكون عدنا هاد الموضيل هادو وتبدو الموضيف فيه. سنحطوه مثلا اه متلا بروجي القديم غايكون عدنا ديز من شامبر او للسالون. هنحايدو احنا اه مثلا ديز عدنا من الهول ولا السيجور. تنحايدو السيجور كتبوه مثلا شامبر او شامبر او سيد. اه هنا تلقوا ديجا مثلا احنا بالنسبة لينا ديجا احنا حطينا في الوسير كويل الول دايز من ديستيناسيون دايز من شامبر 1 و شامبر 2 دايجا احنا كتبناه في الدوني دلول وهذا في الدبار كيف تتشوفوا بعدها في الشيما ينفي لار سوف رمضان طابلو طابلو فيه الكلون الول فيه الشيما قلون تاني فيه ديستيناسيون من ديز هادك لصيركوين قلون تالت فيه اللي ديبار يعني واش سمياد يالي سيركوين مثال E1 E3 EE ولا يكنو اللي بريس تانجولو P1 P2 P3 3 ولا يكنو اللي بريس فرس تانجولو PF1 PF2 وانا سيدي سويت في الوغبار هاد الكلون هاده تانجبو فيه واش اكليراج ولا بريس وانا سيدي 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 سي يمكن أن يكون هناك 400 400 يعني بالكيلوات نقسمو على 1000 القوية 0,4 كيلوات البروتكتشن توجور بالنسبة لصيركويت ديال الإكلاراج نخدمو ببروتكتشن في شاك سيركويت البروتكتشن ديالو 2x10 أمپار هنا بقاتل السيكتشن السيكتشن ديالكاب الغيبان نخدمو في الإكلاراج نخدمو بديال 3x1,5 يعني لاحطونا يعني هنا غالبان مثلا تنخدمو بهذا السيكتشن هذا إلا في حالات سيثنائية تكونوا عندنا تنشوفهم من شاء الله من بعد المهم هذا ولا بص ديال الخدمة من بعد الشيء يبقى تيبقى مثلا من اللي حقينا لسيكويت ديالنا الابوتسان ولا الديستيناسيون ديال شاك سيركويت سنحطو لي بوصنس ديالهم اللي جمعنا مثلا لحسب لنمو دي بواني منه لحسب بوصنس ديال اللي عدنا في الليجاند القيناة هاد الابوصنس توتال الابوصنس توتال دابري هاد الاليجاند هاد الوكاديانا هي القيناة في 1 كيلوات هي 2.136 كيلوات هاد 2.136 كيلوات باش نكون فيهاته بالكافية او تكون فوزني بلتو حي تكون بغينا غير بالكافية عادية نقسموها على 0.426 ولكن باش تكون بالكافية وفوزني هندربوها في هاد الكويفيسيون ديال 1.548 يعني هاد شيل القيناة هاد 2.136 هندربوها في 1.548 نحصلوه على 3.30 هاد 3.30 وبالتالي هاد 3.30 سيكوه يلا بيصنس فوزني التوطال ديال سيركويت ديال 1 كافية 3.30 ليش غالي نستغلوها غالي إلا كمثلا غالبا احنا مثلا في السيركويت ديال الابوصنس اختموه ب 3 فازي إلا في حالة بساط اللي ممكن نخدموه بمونو فازي إلا كانت عدنا شي براتما صغيرة إلا كان عدنا شي غارسونيا ولا عدنا شي لوجمون دو غارديا مثلا موديس يعني ما فيهش ليسيركويت بزيف في الدولة للتالكاتر مثلا ممكن نخدموه بمونو فازي ولكن متى يكون عدنا ليسيركويت بزيف يعني من الأحسن على هده اللي كليبرات ديالي فازو هذا من الأحسن نديرو نخدموه ب 3 فازي يعني غالبا احنا مثلا في الزابارتومنت نخدموه بالتري فازي مثلا 3 فازي يعني هاد البيصانس اللي لقينا ديالتروة 3.30 بالكيلوه بالكافية بلتو غاد ندربوها في 1.52 إلا كلا عدنا ترفازي جلنا غنحصلو على واحد الانتنسيتي ولا واحد الامبيراج هادك الامبيراج هو اللي غاي حددلينا لديج الانترابتور ديفرانسيال اللي تيحكم لنا في السيركويت اللي كليراج كاملي ولا تيح بروتيجي لنا السيركويت اللي كليراج كاملي ستا ديغ إلاو قينا متلا تروة 3.30 ضربنا في 1.52 ما غاد بصالش لنا واحد ستا ولا متلا واحد ديشيك باق ما غاد بصالش لنا تجور غاد بقى صغيرة بزاف على 25 امبير وبالتالي احنا بالنسبة لنا لما نحن في اللي بروتيكشيون ديال لليزينترابتور ديفرانسيال ولا لليزينترابتور ديفرانسيال ولا كالكو سوا لما نحن اللي غن ختمو بي هو ديال 25 يعني 4 x 25 امبير هذي النقطة اللي اولي يعني احنا تنستعملو هاد اللي نفرد مثلا هاد الپویسانس مثلا هاد اللي القينا مثلا او لليو دير 3.30 القينا واحد لشيفخ اللي ضربنا في 1.52 القينا واحد المنتو اللي كبار يعني قريب ل25 نقولو حنا غا 24 متلا 24 اوتماتيك مو ان ناخدو دابري لاليست كوميرسيال ديال لليزينترابتور ناخدو ضروري ناخدو 32 مثلا وبالتالي انسي دوسويت لقينا واحد لشيفخ مثلا من اللي ضربنا هاد الپویسانس بالكافية من اللي ضربنا في 1.52 لقينا مثلا واصلا لنا اوليو 32 لقينا مثلا 31 ما نخدموش 32 هنديرو 40 يعني غا نخدمو 4 x 40 امبير ولكن ديما بالنسبة للك ليراج غالبا هو ماشي ديما ولكن غالبا مثلا سنسعملو فلا سنسبلیتی ديال هاد لانترابتور ديفرانسیل لقینا 4 x 25 هاد 4 ستادیخ شنایه 4 بود هدنا 3 فاز و نوتر يعني 3 فاز و نوتر ما 4 بود 4 x 25 امبير ولا سنسبلیتی شحال 300 ملي امبير لسنسبلیتی خدینا ديال لیکلیراج ولكن كو كانو لیپریز هند ناخدو غا 30 ملي امبير وفتوطال ديال هم بجوج مقدر نخدموها بسنسان يعني احنا بنسبل لسنسبال 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 اللی غا دیال بروتیجی ومثلا الانترابتور ديفرانسیل غای بروتیجی لنا لسنسبال ديال لیکلیراج خدینا لسنسبتی ديال و ديال 300 ملي امبير دابتسل هنه مفاهمين دو جو دابا لیتاب تانیه اللی هي عنده علاقه بلسرکوی دیال دیال لیپریز یعنی کمان دیال 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 یعنی هده اوال غراد من هد من هد لابا جه اول حاجه عدنا دیج احنا وجدنا لیسرکوی دیال 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 هد دیال دیال بیدی P1 P2 P3 30 حت P6 و بلنسبال دیال دیال مع اشكو ديالي في قرنة 16A ولكن بالنسبة للص láchim ومحشينا نجعيك PF1 و PF2 ما كثبنا ؟ قم بالدهبار ولكن بالنسبة للهاتف مع اشكو ديالي في قرنة ويطانية نجعيك الهاتف بالنسبة للتلسل JPW مع اشكو الهاتف اشكو الذي اجري كما فهنا نجعيك بل趕ير كل قرنة 16A سنجعيك بأن تروقم بعه البعث يتجع على العد rounds يتجع على واضع وبل بتوقيع زور 들고 بالمشروع أيهی تو وقت يشترل من يحير قبل، يستبدو само برجع ن комментарف تمطع متحدث تجمع برجع 1 في نفس المدينة لسلقنا مسحيشين بق individu روح واحد يلتروني فائن الذي يستمر عن نوتر ثم أثن عدد بن سريد البحث لستهتروني قرار ولكن بحزتن المدينة لسلقنات قد أطفالي هذا أحياني كما تعيش سرقنات كان يستفع الجمعة الإثارات الكواتف هذا الى القاوم لتفاول المنطقة بالترنت في الهداف في الهدفة وقو التزيون الهدف 6. 25 هذا الهدف 6.25 هو الأول في الهدف الأفعاد يمكنه بذلك 0.2322 حСТا في الهدف الأفعاد لتفاول المنطقة بالتزيون الهدف في الهدفة فالهدف 1.45 هذا الهدف 0.2322 كما سبقنا تتكلمنا على انها إصلاح الكونف melhor في الفوزن و في الوزن من الكملوات الكاوية في الروم و في واحد مجموعات Yani أشتاء اللي كويفيشيون إنتحول انشاؤاها فى النوطة دو كالكول في الفديو اللي ستتكلمنا على النوطة المقالكول المهم حنا من حصلنا على 1.45 هات 1.45 بالكاوية تتكلم ستعادل على رفعه عنده أعواج 1,52 بهذه مع الوزر 4x250 4x40 4x50 63 80 إن فروخ معل PSまあسегда عندهم إ Weber على الأنحة تقريباً ما تتكلمنا عنه في الإلكلياراج ستكون بحاله بكثير في الإكلة النقطة الموالية التي سنرى إن شاء الله هي تنبّل لأساول بلاس للمساولة لتقديم المساولة الذي تفزيح الفوري الذي سللنا في الإكلّاراج أما أن للحديث الإلكلياراج بكم أن ترى هنا مثلاً سنضع هذا النقر لأساولة الإكلار في الإكلاراج سنضع هذا الكلّ المساولات المساولة مثلا في الأكلاراج لقينا مثلا 3.30 بالكافية و 2.136 بالكيلوات وتمحطوا لصيركويت ديالنا لبريز كيف سبقنا نتكلمنا عليهم سالفا ومع لبوصنص ديالهم 1 كيلوات 6.25 مع لبوصنص 1 كافية اللي لقينا هي 1.45 من بعد غادي نجمعو هادل لصيركويت هادل البوصنص 1 كافية بالنسبة لصيركويت ديال الإكلاراج مع لصيركويت ديال لبريز هادلتوطال 3.30 نجمعوها مع 1.45 ألقاو 4.65 كافية هاد 4.65 كافية سيكوة هي هادلتوطال جنغال فوزني 1 كافية اللي غادي جمع لنا هادل بوصنص اللي غادي جوج كافية هادل بوصنص سيكوة لاش غادي نجمعوه بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني احنا من اللي القيناة 4.75 سنضربها في 1.52 هذك شي لغا يخرج لنا القيناة قل من 25 و قل من 32 هذك سعر نديرو 32 احنا نحن نفرض أن نديرو احنا المنمو هو 25 لا يوقع نديرو احنا الدجنكتور ديفرانسيين 25 هو درجة يتحكم لنا في ال 2 ديال 25 يعني اطماتيكما ناخدو اللي فوق من هاد الديجنكتور ولهجنكتور لديفرانسيين يقوم لديها الانتنسيتي ديالة تكون كبر من 25 حيث خنا اللي 25 خدناها هاا في الانترابتور الديفرانسيال في الالسيركويت دياله تتحكم على الالسيركويت دياله للأكلاراج و وبنسبة تال للصيركويت ديال الإبريض اطماتيكما ناخدو اللي فوق منه اللي فوق منه هو 32 خدينا الدجنكتور ديفرانسيال فدية 4.32 أمبار لسنسبتي دية 500 ملي امبير هنا في الإكلايراج سنوضع لسنسبة لسركويت بالنسبة لسركويت الإكلايراج الغلط وحد الغلط هنا كان علي أن ندير 30 ملي امبير أما غالي أما يعني نورمال مو 30 حاليا ممكن نوال تسافي هذا الإكلايراج ممكن ديره 30 حاليا يعني بارمزوري ولكن فزا بلده ولكن ممكن ديره 30 حاليا تسافي بالنسبة لسركويت هنا بالنسبة ل نظرنا على شوى كمان دي تغمين الانتركتور ديفيرانسيال و كمان دي تغمين الديجنكتور ديفيرانسيال جنرال فقط هنا لسكسيون دي الكابل اللي غات أليمونترنا الديجنكتور جنرال وبالتالي اللي غات أليمونترنا الطابلو إلكتريك غيال لوجموند فونكسيون وبيان دي لد الافيلا كيف غالي نحصلو تنشدوها 32 تنقسموها على 3 علاش حيث كل فهد لسكسيون دي كوندويت للكابل الكابل اللي غات أليمونتر كل مليمتر تيدوز فيها 3 أمبار الانتونسيتي دي تروا أمبار وبالتالي كيف غنديرو غنشدو هد الانتونسيتي توتال اللي عدنا فيها دي جنكتور ديفيرانسيال قسموها على 3 باش نعرفو رسكسيون بار مليمتر درنا 32 قسموها على 3 غاجينا 10 شي حاجة قليلا وبالتالي غننخدو لسكسيون دي لدينا 5 فوا 10 للكابل يعني خدينا كابل داليمونتر أمبار واحد لامارك كالكسوها 5 فوا 10 مليمتر كاري ووالا يعني جزكا مانتنو الحمدلله كل شي دازف أمان الله وحق دي ما تنساوش تديروا لايك وتابنوا معنا باش تعرفو يوصلكم كل جديد فيما يخص مثلا الباطمو تخبو ببليك وإي ضمين اللي تنخصكم إنشاء الله في هذا السكتور دي الباطمو إنشاء الله نحاول نتكلموا عليه لاحقا شكرا إلى اللقاء شكرا